دع رئيس الأمريكي باراك أوباما في خطاب تاريخي من البيت الأبيض إلى اتباع نهج جديد في التعامل مع كوبا وأعلنها على الملء وقال بالأسبانية نحن كلنا أمريكيون هذا من شأنه أن يسهم في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ورفع الحظر المفروض على الجزيرة الكوبية كل هذا قوبلة بالترحيب الدولي ولكن ماذا عن الكوبيين أنفسهم؟ خاصة وأن التاريخ يشهد على علاقات متوترة بين البلدين دامت لأكثر من نصف قرن لنتابع إلى هذه الأرض أتوا بحثا عن الحلم الأمريكي في محاولة لإيجاد فرص اقتصادية واجتماعية أفضل معظمهم منفيين غادروا في الستينات القرن الماضي تاركين وراءهم وطن عاشوا فيه بغربة هنا نشعر بالراحة والأمان نعيش كأننا على أرضنا أشتاق إلى كوبا لكن العيش هنا أفضل بكثير أثار قرار رئيس أوباما بإقامة علاقات طبيعية مع كوبا الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض فهنا في حديقة الدومينو المعلم الأشهر في لتل هفانا تعالت الأصوات المرحبة بالقرار وقبلها أصوات رافدة لهذا القرار أوافق على قرار الرئيس أوباما فهو يصب في مصطحة البلدين لإنهاء خمسين عاما من القطيعة لا أرحب بالقرار عانيت كثيرا في كوبا فكاشترو أكثر المستفيدين من عودة العلاقات ليس الشعب الكوبي تنوعت الأراء ولا شك بأن القرار يترجم المزيد من الحرية للشعب الكوبي بالتواصل مع البلد الأم وسياسيا إعادة توازن للحزب الديمقراطي في تعزيز موقعه اشتركوا في القناة